طيب أنا كنت قلت خبر من شوية أن النادي الأهلي تأهل للمباراة النهائية بعد ما فاز على هليوبلس وكان منتظر الكسبان من الزمالك ولومبي زمالك كسب يبقى احنا بكرة إن شاء الله هنلاعب الزمالك على نهائي شباب كرة الياد كأس مصر شباب كرة الياد دي بكرة إن شاء الله المباراة وأكيد هنقول لحضراتكم النتيجة وأكيد هتتزاع على قناة نادي الأهلي النتيجة هنقول النتيجة كام وهتعرفوا النتيجة حتى في حلقتنا جاية لمشاهلها سيتابع هيعرف من حلقتنا جاية إن شاء الله طيب في دور كرة السلة رجال طبعا إحنا تابعنا النادي الأهلي احتل المركز الثاني أو خد المدالية الفضية بعد خسارة من نادي الاتحاد في الثواني الأخيرة نقول لهم طبعا هارد لك ولكن كان عشان نعمل كام باك من يوم الثلاث عشان نلعب مباراة تانية فاصلة مع الجزيرة كان يوم السبت كان موضوع في منتهى الصعوبة والحقيقة رجالي لكرة السلة بقادر كابتل أشرف توفيه كان نعمل أد المسئولية عملوا كام باك رجال وفق رجالي يوم كسبنا الجزيرة في جيم فور أو المباراة الرابعة في الأدوار الإقصائية طبعا إحنا كنا كاسمين تنين واحد كان يكفينا الفوز علشان نتأهل للنهائي طب هنقابل مين في النهائي نادي الاتحاد السكندري نادي الاتحاد السكندري تأهل قبل توقف كورونا بيوم تأهل للنهائي انتظر مين إحنا والجزيرة كورونا جات وقفنا على جيم فور رجعنا تاني الحمد لله ربنا كرمنا كسبنا تلعنا نهائي بس عايز أقول حاجة الجمهور نادي الأهل خسارة ماتش الاتحاد كانت فيه بعض الأخطاء الفنية الناس المتابعة تعرفها كويس ولكن أنا عايز أقول حاجة فريق كورونا تسلل أسباب ما ما قدرش يعمل مباريات ودية قبل كأس مصر أسباب كان فيها أمور خارجة عن إرادة الفريق الأخطاء الفنية دي مع ماتش سبورتينج ومع ماتش الاتحاد تم تلافيها في ماتش الجزيرة وكانت النتيجة هي الفوس بعد إكسرا تايم بنتيجة 66-63 مباراة كانت مبارح يعني أصدق لكم أنه مع خسارة المباراة حتى مباراة الاتحاد ولكن النادي الأهلي ما كانش أو يعني ما كانش بالسوق اللي الناس كلها كانت متخيلها خلص المباراة 3 بونت برغم أن الفريق التسع والنادي الأهلي عوضوا ولكن قدر يوقض بالمباراة تاني ويخلي المباراة تخلص 3 بونت ماتش الجزيرة مبارح بالرغم أنه بعد إكسرا تايم إدارنا نحسامه برضو وكان فيه زي ما بيقولوا مميزات كتيرة دفاعين وهجوميا تلاشينا العيوب اللي حصلت في مباراة الاتحاد كل التوفيق طبعا لكابتن أشرف توفيق خلينا أقول لكم المواعيد بتاعت المبارايات هتبقى إمتى أول مباراة في بلاي أوفس مع نادي الاتحاد هتبقى أربعة تسعة لو يوم الجمعة القادم تاني مباراة هنلعب مباراة يوم بعد يوم أربعة تسعة الحد ستة تسعة التلات تمانية تسعة الخميس عشر تسعة السبت اتناشر تسعة خلينا أقول لكم اللي هيفوس تلات مباراة ولا يكسب يعني لو أي فريق من الاثنين فاس بالتلات مباراة الأولينين مش هنروح للجيم الرابع ولا الجيم الخامس ولكن هم حطين أو الجدوى المحطوط أنه نوصل نتعادل اتنين اتنين ونوصل لمباراة فاصلة كل التوفيق لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي اللي حقيقة تم بناء فريق قوي جدا جدا إن شاء الله قادر زي ما شفنا كأس مصر على منصة التتويج أيضا في الدورة بيلعب نهاي يعني هو والاتحاد بالصراحة فرقتين على أعلى مستوى السنة